على الرغم من هذا المنظر الهندسي البديع إلا أنك لم تكن لتجرؤ على الاقتراب من خلية النحل هذه لو كانت مستكفية في غذائها اللازم لإنتاج العسلة لكنها اليوم تعاني من نقص في الغداء النحل خلاص يعني كدنه من قلة السكر خميد يعني كم من أول ما تكزمش تقربها أنا ماله قوي يعني في اليوم اللوح تخرج له دب دبتين يعني مثل ما سده وعياله يأكلوا منه والإنسان اليوم هنا خلاص حالة طولة عادي قل لا يستطيع لا يرى عنه بحقه ولا شيء تتطلب تربية النحل التنقل المستمرة للنحالين وهو ما لم يكن متاحا للحاج عبد الله سعيد وغيره في المناطق المحررة شمالي حجة نظرا لانحسار مناطق التنقل بسبب حصار ميليشيا الحوثي من جهة وانتشار حقول الألغاء من جهة أخرى بالإضافة إلى غلاء مستلزمات تربية ورعاية الناحل ما يكلفهم خسائر باهضة رأى عن نحل يعني لا يمكن يهجعبه في محل واحد في يار ما وقع ما رأى تحركبه فأصبحت لحنا ما بيش يعني معاه أنا ذا حنا قبل ما يدخل عن الحرب نعايا كان زيادة عن 1500 عود أتنقلبه في الجبال دي كلها أمشي هالجبال دي أصبح اليوم قد نعايا يمكن له ألف وأبو أقل الباقي مرسوس يعني أصفارهم بدون طيور ماتا انحسار أسواق البيع وقلة الطلب على العسل ضاعف من تحديات بيعه وتوفير احتياجات النحالين وأسرهم وسط ظروف معيشية صعبة لألاف الأهل والنازحين تحديات قاسية يواجهها النحالون في تربية النحل وبيع العسل تضع مهنتهم العريقة على المحكة كما تهدد مصدر دخلهم الوحيد لمئات السنوات بقيت رائحة البن ومذاق العسل الوجهين الأجمل للتجارة اليمنية لكن تراجعت زراعة البن مؤخرا والآن وبعد سنوات من الحرب يخشى أن تتسبب تحديات النحالين بأفول هذا الوجه الآخر في بلد لم يعد تصدره سوى رائحة البارود ومذاق الفقر محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر